موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي من بر الرافدين عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع سريقة أموال العراقيين من قبل الأحزاب أموال الضرائب أنموذجا مشاهدين الكرام بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة مشاهدين دخل إلى خزينة العراق بعد الاحتلال في عام 2003 أكثر من ألف مليار دولار من جراء بيع النفط وهو المصدر الوحيد للدخل في العراق بعد أن استولت الأحزاب وميليشياتها على باقي مصادر الدخل ورغم ذلك تمكنت الأحزاب الحاكمة من سرقة ونهب كل ما دخل إلى خزينة العراق طيلة السنوات الماضية إذ لم تنفذ المشاريع التي وعدت بها العراقيين ولم تحقق النهضة الاقتصادية ولا العمرانية لم تطور القطاع الصناعي العراقي أو الزراعي لم تهتم بالقطاع الصحي أو الكهرباء ولم تكترث لقطاع التعليم أو المراكز البحثية لم تنظر إلى البنية التحتية واستولت على المنافذ الحدودية وجعلت الشعب العراقي واحدا من أفقر شعوب العالم وأكثرها جوعا وعطشا وحولت العراق إلى أسوأ بلد في العالم وعاصمته إلى أخطر وأقدر وأسوأ مدينة للعيش كل هذا تم في زمن الأحزاب التي لا تزال تحكم العراق إلى الآن فضائح السرقات التي مرستها أحزاب السلطة ليست بجديدة على العراقيين لكن أخيرها وليس أخيرها بالطبع هي سرقة مليارين وخمسمائة مليون دولار من وزارة المالية وتحديدا من الهيئة العامة للضرائب عن طريق مجموعة من الأفراد التابعين بلا شك للأحزاب وتم توزيع هذه الأموال على خمس شركات ثم بعد ذلك سحبت الأموال نقدا وكل ذلك خلال عام واحد وقد مر هذا العام مرور الكرام لو لا أن ظهر الموضوع مؤخرا أمام وسائل الإعلام لأسباب يراها البعض تدخل ضمن الصراعات السياسية ومحاولات ضرب الخصوم لدينا مجموعة من التساؤلات إلى متى تستمر عملية سرقة أموال العراقيين من قبل من يدعون تمثيل الشعب وكيف يمكن استرداد الأموال العراقية المنهوبة وهل هناك من لديه الجرأة للمطالبة بأموال العراقيين من الدول ذات العلاقة وتفعيل القوانين الدولية لملاحقة كل من تورط بسرقة وهدر المال العام ثم هل يمكن استرجاع أموال العراق التي هربت إلى الخارج من دون إرادة سياسية وقرار مستقل وما هو دور القضاء من سراق المال العام هذه الأسئلة وغيرها بإمكاني حضراتكم أن تتواصلوا معنا للإجابة عليها مشاهدين الكرام أو لإبداء رأيكم بشأن القضية التي ظهرت مؤخرا للعلن وهي قضية المليارين ونص اللي انسرقت من وزارة المالية وتحديدا من الهيئة العامة للضرائب دعونا الآن مشاهدين نتابع هذا التقرير لغرافيك يبين بعض القضايا المتعلقة بالمال العراقي المسروق ثم نعود لنكمل الحديث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر طبعا لو اقتضى الموضوع أن نتحدث بالتفاصيل عن كل عملية سرقة تمت بعد الاحتلال فالموضوع سيأخذ ساعات طويلة ولن تكفيه حلقة واحدة لكن نحاول باختصار أن نبين لحضراتكم بعض ما جرى بعض ما يحاول البعض أن ينسيه العراقيون أو ينساه العراقيون من عملية السرقة بإدخالهم في أزمات أخرى بإدخالهم في مشاكل أخرى بمحاولة إبعادهم عن حقائق الأمور المتعلقة بحجم الأموال التي سرقت من العراق لكن يبقى تصل التضاء مهما للغاية للتفكير بهذه الجرام لأنها لا تسقط بالتقادم نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم مشاهدين الكرام معنا السيد أبو علي من لندن تفضلي أبو علي يا الله سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طبعا هو ميليشيات يومية الشرقون يعني هاي مليارين ونص أولا مسأولا مسطلعت أربعة مليار دولار راحت تركيا عمي طيارة عراقية ما عدكم علم بها أربعة مليار دولار طلعت من يعني ما نعرف حزب الدعوة يقول مو إحنا مجلس الأعلى يقول مو إحنا عمي هاي الحكومة أنا أقول للشعب العراقي هاي حكومة المالكي يعني مو حكومة محمد الشاع السوداني هو حزب دعوة ذاكي نعم بس حكومة المالكي الآن المالكي قاعد بنصهم وهو راح يشكل الوزراء نعم وهي ما راح تقلص عمي لكن يوم رضوا مقتدى مصطعش مليار هو مقتدى ليس سكت سيارة صدري ليس سكتوا مصطعش مليار دولار باقوا عمي هاي إلى متى إلى متى أنا أقول للشعب العراقي دولا يبوقون بعد مئة سنة يعني دولا يبوقون ويلهدون لحد ما يبقى آخر قطرة نفط بالعراق لأن دولا لاعدهم شرف لاعدهم غيرة لاعدهم كرامة سيد أبو علي شنو برأيك السبب اللي خلى عملية سرقة المليارين ونص من وزارة المالية خلال عام واحد عام كامل من 2021 إلى 2022 سنة كاملة مرت على عملية سرقة باستمرار أموال سحبت من وزارة المالية من الهيئة العامة للضرائب تحولت إلى خمس شركات حسابات خمس شركات بالبنوك وهاي الشركات سحبت الأموال نقد والفلوس راحت ولغاية الآن ما معلوم من هو اللي يقف خلف هذه العملية ومع هذا لم يظهر الموضوع سوى الآن ليش برأيك سكتة وسنة كاملة وظهر الآن مع قدوم محمد الشاع السوداني ورحيل مصطفى الكاظمي أخي أخي السبب يعني ظهر الآن على مودي سكتون 15 مليار دولار أخذ تيار الصدري عمي تيار الفضل قلهم ترى أنا ما أسكت قل له أسكت إحنا نغطى عليك 15 مليار دولار ونطلح هاي مال مليارين ونسكت الشعب العراق ونسو خليه ينسى عمي السبب السبب مليشيات لازم العراق السبب دوله أملاق خوانة دوله لا بعدين عمي هم جايين جايين هم جاي يطلعون من عدوب هذا عبد الرزاق الحيالي هو مو شاء من عدوب قال إحنا ناس سراق عمي إحنا ناس سراق إحنا عملاء إحنا خوانة فما على الشعب العراقي أن يتور ما على الشعب العراقي أن يتور أمي إحنا نشوك استاذكين ما جاي أفتين دول يظلون يبوقون ينهبون لأن هم بناتهم حامية حرامية لا أكو خضاء لا أكو نزاها هو نزاها هو النزاها تبوه أمي إحنا نشتكي ما جاي أفتين كلها تبوه كلها تناف لا رئيس وزراء لا رئيس جمهورية فضل رئيس جمهورية يشكل على طريق مرأ 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 يشكل قودا عديلة عديلة طلباني يشكل على طريق مرأة رئيس جمهورية أمي بلد ضايع بلد فوضى أمي بلد محكومين مليئات نعم أنا أشكرك سيد أبو علي من لندن شكرا جزيلا لحضرتك للمشاركة وصلت الفكرة ويانا سيد محمد من بغداد تفضل يا محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد هي التمثيلية هاي مستمرة بالعراق يعني يخلون رئيس جمهورية ويخلون رئيس وزراء أن الفلوس النفوذ اللي يباع المفروض هاي الفلوس النفوذ الميزانية العراق المفروض تبني العراق وتعمر العراق وخليه مثل هاي المدن المتحضرة المدن العالم يعني هم يقسموها بيناتم والأحزاب الأحزاب بيناتم يقسموها هاي يقول لك قد لك 20 مليار ويقول لك قد لك 50 مليار وعاستن البلد انتهي يعني هاي هذا محمد الشياء السوداني من هو إجه السلسلة من بلاد الوزراء ونحن نمشكل الكابينا مالتين يعني هو هاي ش راح يسوي هاي هو مجال من المسؤول على رعاية الاجتماعية اللي طلع حجة أو طلع قانون خاص يقول اللي عدة فنكة ما يستنمرات بتقاعد هو هذا الحجم والواحد صاحي هذا الحجم والواحد يحكي صحاب العالم يعني ذولا ما يفيدوا ما يغيرون شيء بالبلد يعني هذا النهار الجف بطريق كردستان الجف سوران أعتقد اسمه نهار سوران جف والنهار دجلة والفراد اللي المي ماله كلها خافت وصايراها كده سيد محمد تتوقع ممكن أن ممكن أكو جهة بالعراق حاليا داخل العملية السياسية تقدر ترجع الأموال المسروقة من العراق لا حقا ترجع الأموال المسروقة اترجعت وزع بينهم يعني كواحد فيهم شريطي وزيتي يقول الآن يقول يقول حتى تتمر سوئة مع المشاريع بالعراق ما يسوون لأن الفاسدين اللي طلعوا اللي كان وزير الكهرباء ذول طلعوا شلو اللي سووا اللي مسؤولين على الضراب اللي مسؤولين على البنو اللي كلهم طلعوا شلو اللي حيسوون فذولهم هم حساب تحكم تنسيليه يوم يطلع أن كل سنة يجينا واحد يخلص الدورة مالتا يأخذ المكافرة مالتا ويطلع وإحنا بنعرف هذا وين راح أوين يجي إلا تغيير دوله إلا تغيير الحلوى تغيير شكرا جزيلا سيد محمد بن بغداد أن يشكرك ويانا أبو علي من واسط تفضل يا أبو علي السلام عليكم سيد وعليكم السلام السلام عليكم مساء الله خير أو الأموال هذة تسترجع أو ما تسترجع نعم السابق لو استرجعت مثلا على سبيل المثال استرجعت وين نتروح نتروح المطروح ونتروح كإرادات نهائية للدولة فهذل المجارين ونوص المطروح يرجع عن سنة 2023 إرادات نهائية للدولة وهي ذلك ينهو ضراء بمتأمينات تأمينات للمقاونا للمستثمئين لواحد نطلع إلى 3 ملايين 5 ملايين تتراثم فإن نسحنا هذا المستثمئ أنا رفل أطالب بيهم راح أكثر نصف فعلم أنا ما قد لمقاونا 100 وليون 150 أو أو ببيع فكل 10 ملايين لا يهمني نعم كل شيء أنا كن وضطي داخل الأمانة المسكين في دلات الأمانة يعبدون هذا سيطلح إرادة نهائية للدولة فحصوهم جمعوهم داروا المجموعة الأحزاء أسيسوكم شركات وأخذوهم عن طريق ستوك أنا من يقعد ناعد ناعد الأول رئيس البرلمانوي حاسب لي طيب سامي طيب سامي شنو شنو علاقتها طيب سامي هي مجهد منه يعني مديرة كموين طيب سامي صحيح هي مع الأحزاب وهي الأحزاب اللي انبطيتها لكن طيب سامي مستحيل أنه تأتي على نفسها شيء طيب سامي سيد أبو علي السؤال المتعلق بقضية الأموال العراقية المهربة هل يمكن أن تستعاد في ظل غياب الإرادة السياسية والقرار المستقل اليوم إذا ماكو إرادة سياسية وطنية تريد أنه تستفاد من هذه الأموال المنهوبة عن طريق استرجاحها وضخها بالسوق العراقية مشاريع تنمية غيرها شلون ممكن هذه الأموال تعاد في ظل غياب الإرادة والقرار السياسي موهي سيد أبو كريم نحن على نصحكين محاك استعاد في الأموال محاك صلت الأموال إذا كانت الإرادة السياسية مثل ما حضرتك أنه فيه سعيد الأموال طيب أنا الأموال من يضمن المتوح للدولة من يضمن ما يكون شركات موجودة موجودة هذه الإرادة السياسية اليوم عندنا بالعراق موجودة إذا كانت المصالح للأشخاص والأحزاب موجودة موجودة هذه المصالح مع تركيا ويكرهونها يطالبون به هذه القوة بس من يترجع وين يأخذونها يقولون عن مشاريع يستطيعون بها طبعا لا لأنه هو أساسا هدفهم موهي ترجع الأموال إنما هدفهم مهي الأموال من القارج من الأموال اللي بالداخل مجرد فيهم ينهمون الأموال بالقارج نحن تريد سريم اليوم مو بس فساد عندنا سريقة مبرمجة سريقة قانونية موجودة في البلد مدير البنك الرافدين مسؤول موظف البريء المعنات وكذلك سيس الشركات يتم تذكر حياتك طبعا تصحيح تصحيح فقط سيد أبو علي السرقة اللي تمت للمليارين ونص ليس لها علاقة بالقانون هذه السرقة في وضح النهار نعم هناك أوراق رسمية صدرت من الدولة من وزارة المالية لكن الموضوع تم في عهد وكان موجود في عهد علي علاوي واستمر إشلون عبرت إشلون وافق الوزير إشلون وقع الوزير على هذه الأوراق إشلون قبل بأن الفلوس تخرج من الهيئة العامة للضرائع بتروح إلى شركات يعني ما معروفة مئات الملايين من الدولارات سحبت من البنوك نقدا يعني هذا الموضوع ما العلاقة بالقانون لكن يعني شرعن شرعنت السرقة بالضبط هي السرقة مشرعنة لأن سبيل البنك سبيل راقبين المفروض يحاسب ليش يحاسب أن تسحبه من عندك خمس مليارات ليش بنفس اليوم انسحبت تحولت إلى حتاب وبعدين انسحبت بنفس اليوم هذه هذه شمع هذا من تجي صارت خمس مليارات خمس مليارات ليش من بنك راقبين تسحب لذلك دقق بأوليات هم شركاء بالسلقة ولكن لما شكرا جزيلا نبو علي من واسطة نشكر حضرتك ثلاثة بوينت سبعة تريليون دينار عراقية هي قيمة المسروقات الأخيرة التي صارت من وزارة المالية لغاية هذه اللحظة رغم الضجة التي صارت وهذا الذي يدخل الحكومة بأحراج ودفع الجهات القضائية وبعض الجهات البرلمانية إلى استقدام ومنع سفر وغيرها من الإجراءات لكن هل سيمنع هذا اللصوص من أنهم أخذوا الأموال بالفعل ماذا عن الأموال التي سرقت سابقا على يد مسؤولين ومن خلال مدراء أقسام ومدراء عامين وغيرها من هذه النماذج التي كانت مساهمة بسرقة المال العام طبعا بدعم أحزاب وحماية أحزاب وين هذه الأموال أيضا كانت هناك قرارات بمنع سفر قرارات باستقدام بإلقاء قبض بغيرها لكن كلها لم تنفذ والنتيجة أن أموال العراق في الخارج عبارة عن مشاريع واستثمارات وأموال مجمدة أو موجودة عفوا أرصد في بنوك دول ودخلت في اقتصادات دول كثيرة وأصبح الآن من الصعب جدا أن تستعد هذه الأموال كيف يمكن أن تعاد هذه الأموال في ظل وجود هذه الطبقة السياسية وهذا القضاء المصنف دوليا بأنه فاسد هشام من بابل تفضل حياك الله هشام أخوه في ظل هذه الزعماء الفاسدين يعني هذول يستمرون لتلقة أموال العراق ومحميين من قبل الأحزاب والميليشيات الولائية إلى إيران هي تحمي هذه الزعماء المنافقين دول يستمرون لسرقة أموال العراق وإلا ليس هناك استرجع على أي أموال المشروقة إن كان سابقة أو الحالية فكل هذه الجماعة وكل هذه الزعمات هي فاسدة وهي قمعية وتبقى تسرق المليارات والمليارات من أموال العراق تماما وكذلك محمية من قبل الأعجاب الغاشمة هذه والميليشيات الأرهابية ومسلولة من قبل مراجع الدين مراجع الدين هم شريكة تسرقة أموال العراق ومسلولة ومسلولة مراجع الدين شريك ومسلولة كلهم شارفوا بتسرقة مليارات العراق وكذلك هم محميين من قبل المليشيات والأحجاب الغاشمة بالنسبة لهذه مراجع الدين الغاشمة هذه شكرا جزيلا سيد هشام نعم وصلت الفكرة نشكرك كنت معنا من باب المشاهدين الكرام لدينا تقرير يتحدث عن السرقات التي تمت بعد الاحتلال من قبل أحزاب السلطة الحاكمة وأيضا يصلت الضوء على القضية الأخيرة التي حدثت وهي سرقة مليارين ونصف مليار دولار من وزارة المالية من الهيئة العامة للضرائب عن طريق أفراد وعن طريق شركات ساهموا بسرقة هذا المبلغ بعلم الحكومة وبموافقتها وهذا الموضوع كان في أهد وزير المالية علي علاوي بالتوقعات التي تمت بخط يده مرورا طبعا بإحسان عبدالجبار وخلال عام واحد سرق من العراق بشكل مثل ما يقول أبو علي من واسط شكل قانوني هو ما لا علاقة بالقانوني لكن شرعنا هذه القنينة هذه السرقة وأصبحت يعني بالأوراق الرسمية لكنها في النهاية سرقة للمال العام لأموال الضرائب التأمينات من وزارة المالية وهي أموال العراقيين في النهاية خلونا نشوف التقرير ونرجع منذ عقدين من الزمن والعراق يغرق في بحر من الفساد استنزف معظم إراداته وجعل العراقيين بين أنياب الفقر رغم امتلاك بلادهم ثروات هائلة ولا تعد حادثة سرقة المليارين ونصف المليار دولار أمريكي من العيدات الضريبية التي جرى الكشف عنها أخيرا هي الأولى بل إن مئات مليارات الدولارات سرقت وضاعت عبر الفساد الذي انتهجته الحكومات المتعاقبة التي كانت تكتفي عند كل فضيحة فساد بتشكيل اللجان التحقيق وتصدر مذكرات إلا أن ذلك لم يعد للبلاد ولو دينارا واحدا مسروقا بطرق مختلفة المعلومات التي نشرتها هيئة النزاهة وتسربت من وثائق نيابية تفيد بأن حجم الأموال التي خسرها العراق جراء الفساد يزيد عن 450 مليار دولار منذ الاحتلال الأمريكي هذا ما سرب من مصادر رسمية ومطلعة ليبقى الرقم الحقيقي المخيف هو ما بقي خلف الكواليس وللفساد طرق وأدوات أبدعت بها الأحزاب وزعماؤها حيث يتم عن طريق صفقات استيراد وتصدير وعن طريق توفير الأغطية المالية للمشاريع الوهمية واستخدام الفواتير والسكوك المزورة إضافة إلى السرقة الواضحة التي تجري عبر نقل المبالغ المالية الضخمة من الدوائر والبنوك الرسمية إلى حسابات خارج العراق أو تحويلها إلى كتل نقدية كبيرة ويجري نقلها إلى إيران وبهذه الطريقة كانت نصف مبالغ الميزانيات المالية السنوية تذهب إلى جيوب المتنفذين الذين ينتمون إلى الأحزاب الحاكمة إضافة إلى زعماء الميليشيات التي تنشط على المستويين الأمني والسياسي أقدان من الزمن قضتها الحكومات المتعاقبة بسرقة ثروات البلاد حتى أصبح العراق في مقدمة بلدان العالم فساداً بحسب مؤشر منظمة الشفافية العالمية ما المنزلة التي أولاها الإسلام لقضية الحكم والسياسة؟ كيف صاغت الشريعة النظام السياسي وما أبرز ملامحه؟ لمن السيادة في نظام الإسلام السياسي؟ تأتيكم هذه المحاور في برنامج مقاصد بعنوان النظام السياسي في الإسلام حياكم الله مشاهدين الكرام مرة ثانية نتحدث اليوم في حلقتنا لهذا الأسبوع من منبر الرافدين عن أموال العراق المسروقة من قبل الأحزاب من الذي يجب أن يحاسب وكيف يمكن أن يحاسب المسؤول عن هذه السرقات وكيف يمكن أن تسترد الأموال التي سرقت وهربت إلى خارج العراق خلال هذه الحلقة كل شوية سنذكر بحدث أو عملية سرقة تمت خلال السنوات التي تلت الاحتلال عن طريق حكومات الاحتلال نبدأ بأول حدث نذكر به هو في عام 2007 عندما أبرمت وزارة الداخلية عن طريق ضباط موجودين بها وطبعا بموافقة الحكومة حكومة نوري المالكي آنذاك اللي هو توصيف القائد العام للقوات المسلحة أبرمت عقد مع شركة بريطانية تم على أثرها شراء 6000 جهاز كشف متفجرات هذا الجهاز تذكروا اللي طلعت بعدين الفضائح عنه وقالوا بأنه هذا يكشف البهارات ما يكشف المتفجرات كلف خزينة الدولة العراقية 400 مليون دولار في وقتها ولغاية الآن لم يحاسب المسؤولون عن هذا الموضوع وكان هذا الجهاز سببا في حدوث الكثير من التفجيرات وإزهاق الكثير من أرواح العراقيين الأبرياء اللي النوري المالكي اللي يتحمل المسؤولية الأولى وقتها لا يزال ضمن الحزب وضمن العملية السياسية وضمن الانتخابات ومستقتل حتى يتمكن من السلطة مرة ثانية ولا يوجد من يحاسب ويانا صباح من بغداد اتفضل السلام عليكم سلام محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبرهاته ملفات الفساد من يوم السلمهم الحكم من 2003 ولحد الآن العراق يسرق كل الميزانيات اللي تقر احنا ما نعرفها الراحة على واقع الارض وواقع الحال ما تشوف الدولة بنت منية تحتية حقيقية يعتاش منها المواطن العراق البسيط لا مجمعات سكنية لا حياة كريمة لا خدمات لا مستشفيات اذن الاموال وين راحت من الحكومة الأولى ولحد العام نوري المالكي استلم دورتين متعاقبة يعني ثمان سنوات ما يقدر ستمائة مليار دولار بفترة حكمة وين هالأموال على واقع الحالي المشاريع اللي يقولون سويناها ودعم الزراعة اللي سلمها صالح المطلق واتباعة كلها صفر يعني ملفات فساد متراكمة المسؤول الأول والأخير عنها مو رئيس الوزراء الفاسد المسؤول عنها القضاء لكن نشوف صمت القضاء اذن القضاء مشترك وما اخذ جزء من هذا الفساد في سبيل ما يقدر يحاسبهم جزء من الاموال المنهوبة والشيء الثاني ان القضاء العراق المسيش يعني ما يقدر يحاكم ناس وناس وشفنا احنا هسا الصراع على المناصب وعلى رأسة الوزراء وشفنا بين التيار وبيان الاطاريين هسا قام يطلعون ملفات فساد ناس تضرب ناس بيه واحنا على يقين وكل العرب والعراقيين يعرفون ان كل الحكومات ذولي فاسدين سواء مصطفى الكاظمي وزمرته يعني هذا الطاري تتوقع سيد صباح ان القضية اللي ظهرت الآن في هذا التوقيت الهدف منها كما يرى البعض بينها ضربة للكاظمي انه يحاولون ايذبوها براسه وهو يتحمل المسؤولية بالطبع استاذ محمد اولا مصطفى الكاظمي مكلف بالعدارة الدولة اول ما استلم المنصب بالالفين وعشرين عين مدير هيئة الضرائب اللي هو جاب للدائرة هاي وصار الفساد هسا الناس من تضرب من مصطفى الكاظمي انتقاما منه في سبيل يقول لك شوف حكومة مصطفى الكاظمي ويدخلونه بملفات فساد وهم ما افسد من مصطفى الكاظمي يعني اللي يدور ورا مصطفى الكاظمي احنا ايضا اكمال ملفات موجودة عالطرفين مصطفى الكاظمي فاسد شوى مصطفى الكاظمي فترة حكمه كل شي ما شوى صفر كل شي ما عنده اي انجاز يذكر عليه من خلال متابعته للوزارات الموجودة والاموال اللي تصرف الى الوزارات لذي احنا احنا عدنا ميزانية مال 2004 14 عافوا من كان الارهاب موجود وغيره والتحرير مثل ما يسمونه وين راحت الميزانية هاي الميزانية مال هاي السنة اللي اللي حد الان ما اقروها وخلصة السنة وين راح تروح الفائض بان البيع النفوط وصعود البرمين للنفوط وين راح وعدنا كل وزارة بيهما يقارب خمسين الف ملف فساد بس وين حاسبهم القضاء يختار اللي يريد يحاسبه لانا اكو ناس الفاسدين اللي هم ظلعوا حماية من الميليشيات الحشد ومن الاحذات ومن القضاء ومن المرجعية يعني مثلا موقتد الصدر من يدعي بالاصلاح وهو عنده ست محافظين في جنوب العراق ابو بابل والنجف والباصرة كلهم تابعين للتيارة الصدرية ذونا من يحاسبهم ليش محافظين هاي المحافظات يمسوين محافظاتهم مثلا ايضا اكم الافراد فساد بكل المجالات الخدمية وغيرها سيد صباحا اشكر حضرتك شكرا جزيلا كنت معنا من بغداد انذكر بقضية ثانية مشاهدين الكرام بحسب الارقام الرسمية من وزارة الدفاع والبرلمان لجان المالية وغيرها العراق ابرم صفقات تسليح من عام 2003 الى عام 2016 بلغت اكثر من 150 مليار دولار صفقات تسليح للجيش للقوات الحكومية من اجل تقويتها تطوير الترسان العسكرية هذه الصفقات اغلبها صفقات فاسدة الاسلحة التي تم شراءها ان وصلت الى العراق هي اسلحة قديمة عتاد قديم وطبعا بحسب المصادر التي هي شبه رسمية اكدت ان ما ابرمه العراق من صفقات مع الدول اللي دفع لها الفلوس استلم ربع فقط ربع المواد العسكرية المعدات وغيرها من اسلحة وغيرها اللي المفروض يستلمها يعني دفعت اموال الى دول اخرى على سلاح قديم سلاح منتهي الصلاحية سلاح لا يستخدم يعني لا يصلح للاستخدام وبالاضافة الى ذلك ما وصل من هذه الاسلحة هو ربع قيمتها وربع عددها الحقيقي او كميتها الحقيقية هذه ضمن ايضا الصفقات التي ابرمت وكانت اكثر هذه الصفقات تمت في زمن نوري المالكي ويانا ابو عبدالله من صلاح الدين تفضل يا ابو عبدالله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شو أستاذ العزيز هياك الله أبو عبدالله أهلا وسهلا أستاذ هاي بس ضجة اعلامية ماكو نهارين ثلاثة وثنتهي يعني نعم تبقين حلا هذا الشيء من أستاذ العزيز نعم يعني تبقى المالكي هاي البوقات الصارت المالكي من سلم الموصل وغير الموصل سلمها الداعش نعم أحد حاصل للمالكي خلاك الغراوي من غير الغراوي شسمها طلع ضرع 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 ضرعوا ضرعوا بحقوق كاملة نعم يعني ما نحاسبون يقولون حاسبون ماذا نحاسبون يعني همم الشاشرين هم كلهم في شركة سوى شنو مصير الأموال العراقية أبو عبدالله اللي سرقت وتهربت وإحنا عدنا هاي الأحزاب ده تحكم الآن هاي تهربت ما ترجع الثات حاسم هاي تهربت لأسماء وحمية طلعت بالله نعم راحت في صالح المال ربعا وراح يجينا السوداني هسا السوداني سراح يسوي السوداني يشتق النوب العراقي يشتقش أنت قبل يرغمين يطلع طاية الجمهورية هذا الجديد يشعى السجادة الحمرة ماتو يطلع قبر غون سايد تجيئت أنت من هس المفتح يعني ما شعى السجادة ما تعتمشي الشعى السجادة تجي تتبوه قبر سأل مقدم سأل المراسل أو يعني واحد يجروا يا لقاء قال شنو أول خطوات هتسويها قال أريد أستلم على أهلي وقرائبي يعني بالله هذا كلام هذا كلام رئيس جمهورية يتطلع إلى النهضة بالعراق أنت وين كنت برد العراق عن أهلك قرائبك هو أهلك جمهورية عني عني هذا والناس عربا طالما طالما كان هؤلاء هم الذين يحكمون العراق هل برأيك موجود عندنا اليوم في ظل حكم هؤلاء قرار سياسي وإرادة حتى يسترجعون الأموال وإن عادت هذه الأموال هل ستنفق في مكانها الصحيح أم هترجع لجيوب فاسدين آخرين ترجع لجيوب فاسدين ترجع لجيوب فاسدين قاتمها بناس نعم كل من يقول لك راح ترجع للعراق وترجع مثل هذه الصفقة ماذا جابوا بها نابق وماذا جابوا بها للعراق نابق نعم سيد أبو عبدالله أنا أشكر حضرتكم نعم شكرا جزيلا لحضرتك كنت معنا من صلاح الدين أدنا ضمن القضايا أيضا مشاهدين الكرام اللي قلنا خلال هذه الحلقة وبين كل المتصل هنذكر حضراتكم ببعض الأرقام اللي قد تكون يعني خافية على البعض لكنها لا تخفى على الجميع بالطبع بحسب أرقام الليجان البرلمانية وبحسب أرقام وزارة الكهرباء العراق أنفق من 2003 إلى اليوم أكثر من 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء قيلة إنها أنفقت على قطاع الكهرباء لغاية الآن العراق يعاني من غياب الكهرباء وانهيار هذه المنظومة ومن ضمن الأمثلة اللي يضرب بها المثل طبعا على مدى سوء ورداءة الكهرباء المقدمة إلى المواطن هذه إن وجدت محافظة البصرة على سبيل المثال إلى الآن نسبة الانقطاع بالتيار الكهرباء يتصل إلى 18 ساعة في اليوم الواحد تخيلوا 18 ساعة في يوم مدة 24 ساعة 6 ساعات فقط هي المدة التي يحصل فيها المواطن على الكهرباء ثم بعد ذلك هل هذه الكهرباء جيدة؟ بالطبع لا هي كهرباء غير جيدة وأدت إلى احتراق كثير من الأجهزة الكهربائية في منازل المواطنين وطبعا يعاني المواطن العراقي بعد إنفاق أكثر من 80 مليار دولار أين ذهبت هذه الأموال؟ ولماذا لم تسترد إلى هذه اللحظة؟ هذا هو السؤال الذي نطرحه بقضية الكهرباء وطبعا القضية العامة هي أموال العراق أين ذهبت؟ وكيف ستسترد؟ أبو سمية من الأنبار تفضل حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ العزيز أغرب شيء في هذا البلد أن الفضائحة أصبحت أمرا عمي نراها ونسمعها في الفضائيا كل يوم نعم نرحنا إلى بعض الدول المتقدمة غير المسلمة ربما تطرح فضيحة في دولة كذا أو دولة أوروبية أو من أمريكا الشمالية نعم تهز الواقع الدنيا ولا تقعد لأن في الشهر الفلاني أو في السنة الفلاني طرعت فضيحة مالية نعم أما في هذا البلد الشعب أصبح محتاجا أن اليوم الذي يمر عليه ولا يقرأ فضيحة في الفضائيات بالنسبة للشعب أصبح أمرا مستغربا كثير من الشعارات سنقضي على الفساد وسنحارب وإحما من الطبق أين 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 المختلطون من الذي حاسبهم إذا كان أشارقون عندهم حصانة وغطاء من داخل فكيف أن تكون الحساب وأصبح جيدا نظام غطي علي وأغطي عليك فضيحتي وأسكت عن فضيحتك باتفاق الأحزاب فيما بينهم فيا سيد الكريم لا أموال سيد أبو سمية شلون ممكن تسترد الأموال التي سرقتها هذه الأحزاب التي تم تهريبها إلى الخارج صارت عبارة عن استثمارات فنادق منازل أموال في البنوك شلون ممكن تسترد سيد الكريم لا يستردادها وإذا ظهر وذكر وأحضر الأموال عيانا أمامنا فكلنا يعرف أن هذا المسؤول من السهل أي حسن الأموال التي تهر تكون مشاريع للمسؤولين لا خير في أحد يصرح سواء كان بحز أو بخل أمنيا أو اقتصاديا لأن الشعب تعود على حضرهم فلا سبيل إلا بتبديل هؤلاء وكلامي الأخير لهذه الحكومة نقول لهم أنتم فشلتم بكل شيء سياسيا وأمنيا واقتصاديا وإنسانيا أعطيكم مشروعا ناجحا أن تلتحقوا بعصابات المافيا في إيطاليا وشكرا شكرا جزيلا للمسؤولين شكرا جزيلا لحضرتك ضمن قضايا الفساد مشاهدين الكرام التي حدثت طيلة السنوات الماضية بعد الاحتلال كان في عام 2013 بحسب نواب برلمانيين ومصادر داخل مجلس النواب وزارة التربية عقدت صفقة لشراء بسكويت لأطفال بسكويت أطفال لطلبة المدارس طبعا تجهيزات بشكل عام ضمن التجهيزات المخصصة لطلبة المدارس في المراحل الأولى الصفقة التي أبرمتها وزارة التربية هي صفقة لبسكويت منتهي الصلاحية دفعت وزارة التربية 69 مليون دولار ثمن لهذا البسكويت بالإضافة إلى بعض الاحتياجات الأخرى لكن تحديدا على البسكويت منتهي الصلاحية وزارة التربية قامت بتعديل تاريخ صلاحية هذا المنتج لكي يصبح مطابقا للمواصفات وبعد ذلك تم إدخاله إلى العراق 69 مليون دولار بحسب مصادر داخل مجلس النواب وبحسب نواب برلمانيين هو الثمن الذي دفع مقابل هذه الصفقة لم يستفد الطالب العراقي من هذا الموضوع بأي شكل من الأشكال وأنتم ترون وضع التعليم في العراق ومستوى متدني للتجهيزات المدرسية وكذلك لجودة التعليم بشكل عام في العراق إن كانت من أبنية وإن كان من منهج دراسي وبالتالي لماذا صرفت هذه الأموال وهل تستحق هذه الأغراض التي قيل إنها استجلبت إلى العراق هذا الثمن بالإضافة إلى كيف يمكن أن تمر قضية الطعام الذي يقدم إلى الأطفال طلبة المدارس بهذه السهولة معنا السيد أبو أحمد من بريطانيا تفضل تحية لك سيد محمد العزيز وإلى قناة الرافدين حياك الله سيد محمد العزيز صارت 19 سنة إلى 20 سنة أو مقاومات أي حكومة شنهية خليق بشكل موجز اقتفاد جيش قوي أمن داخلي قوي زراعة صناعة صحة تعليم بناء تحتية زالة صار لهم 20 سنة ولا وحدة منذني يتسوها إذن هكومه على شنه هاي واحد اثنين نعم كل يتنا نتذكر عابد حزب الدعوة من هو عابد حزب الدعوة عبد الفلاح السوداني نعم بأقل من سنة خمطة 8 إلى 9 مليار دولار من وزارة التجارة نعم إحنانا في بريطانيا رايز يشتري نادي سوانزي نعم فقال لولا تعال يا باب تعال من أين لك هذا إذن أنت من حب الفلوس ما قلت له من أين لك هذا نعم مرات يصرف بيها قلت له من أين لك هذا نعم قال لولا تكينت قبل الأزيان وثلاثة عايش على المنافع الاجتماعية نعم اللي تأخذها ما لم يسوي نفسك معوق وهي ملك هاي المليارات نعم لأن هذا ما ممكن استرجاعها لا نعم ممكن استرجاعها إذا أكو ناس وطنيين حقيقيين يأبون البلد بس دولا ما يحبون البلد مو حكومة ويحبون البلد لذين علي الدباء ما ذكرت حضرتك جنابك الكريم إنه في صفقة هاي مال مال كرات البولنج هي كرات مال مال غولف الغولف تبحث عن كرات الغولف يشوفوا وين حتى يجيبوها الواحد بخمسين ألف دولار نعم يعني الواحد بخمسين ألف دولار جهاز مال يعني مبحك مبحك أنا مرات إني أوقفت خيطر عشرة بالعراق ويأشر هاي في يبحث يقول شاعد ياك أطر سنشر علاقة الأطر بالمتفجرات يعني يعني هي تحصيل حاصل للا حكومة لأنه لا يتفج المناسب في مكان المناسب يعني رغم موجود الكفاءات وللأسف هم ذول سواء والعراق بأقارج للكفاءات وإلا حضرتك دكتور عمر وكل الناس الموجودين كلهم خارج الأراق ليش لأنهم مالك ولموط قدم يخدمون بالعراق بالشورة الصحية وعرضوهم وأجدوهم بالقتل شكرا سيد أبو أحمد أنا أشكر حضرتك شكرا جزينا للمشاركة مشاهدين الكرام لنذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود ابقوا معنا مشاهدين الكرام في الوطن العربي يمكنكم متابعة بثينة على مدار القمر نايل سات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي كما يمكن لمشاهدين في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثينة على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب أعمودي حياكم الله مشاهدين الكرام مرة ثانية نكمل حديثنا في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج منبر الرافدين عن أموال العراق المسروقة عن طريق الأحزاب الحاكمة وكيف يمكن أن تسترد طبعا ضمن القضايا التي حدثت بعد الاحتلال المشاهدين الكرام ضمن صفقات الفساد التي أهدرت المال العام وكانت هناك سرقات مقننة للمال العام في عام 2008 أبرمت حكومة نوري المالكي مع شركة إيرانية صفقة لبناء 200 مدرسة على أساس أن تبناء 200 مدرسة في العراق كلفت خزينة الدولة 232 مليون دولار هذه الصفقة التي أبرمت في زمن نوري المالكي لإنشاء 200 مدرسة مع شركة إيرانية لغاية هذه اللحظة لم يحقق أي شيء من هذا المشروع من 2008 إلى 2022 نحن الآن ولغاية الآن هذه الأموال أعطيت إلى شركة إيرانية لم ينفذ المشروع لا يزال حبر على ورق إن كان أصلاً موجود على ورق وتم تسليم 232.7 مليون دولار إلى شركة إيرانية في زمن نوري المالكي أين هذه الأموال؟ أين هي المدارس؟ في ظل حديث وزارة التربية عن حاجتها لأكثر من 10 ألاف أو 20 ألف في بعض الأرقام 20 ألف مدرسة في عموم العراق لتخفيف الضغط على المدارس الموجودة حالياً وليستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من الطلبة عدنا موضوع آخر مشاهدين الكرام هو مزاد العملة طبعاً البنك المركزي ويعتبر مزاد العملة بالتحديد هو الرئى للأحزاب الفاسدة والميليشيات لسرقة المال العام وتهريب الدولار إلى خارج العراق بحسب الوثائق الرسمية التي صدرت من جهات كثيرة داخل البرلمان حتى بعض الوثائق المسربة حصلت عليها مصادر صحفية وغيرها تؤكد بأن من عام 2003 إلى الآن باع العراق أكثر من 400 مليار دولار من مزاد بيع العملة أغلب هذه الأموال وكما عرضنا في الجرافيك لحديث نواب داخل البرلمان أكدوا أن الأموال التي تباع من البنك المركزي أو من خلال مزاد بيع العملة تذهب إلى خارج العراق ولا تعود تذهب إلى خارج العراق ولا تعود 400 مليار دولار هو ما باع العراق من 2003 إلى يومنا هذا في مزاد بيع العملة هذه الأموال اختفت من العراق اختفت أيضا طبعا ضمن الأموال التي أهدرت وتم استغلال ظروف معينة لسرقة أموال العراقيين أحداث داعش التي صارت من عام 2014 والتي انتهت في عام 2016 مثل ما أعلن حيدر العبادي خلال هذه السنوات تكلف العراق أكثر من 100 مليار دولار خسائر على التجهيزات العسكرية على الإنفاق على العمليات العسكرية التي صارت رغم أن الحكومة حكومة المالكي والعبادي هما المسؤولان عن ما جرى في العراق من انهيار تحديداً نور المالكي طبعاً اللي تسبب في دخول داعش وسقوط محافظات عراقية ثلث العراق سقط بيد داعش وانهزم الجيش هزيمة غريبة أكثر من 60 ألف مقاتل من محافظة نينوان هزموا أمام بضعة مئات من مقاتلي داعش بمهزلة يعني مشهدها التاريخ عبر هذه السنين اللي مضت أكثر من 100 مليار دولار تكلف العراق خسائر مادية طبعاً غير الخسائر البشرية اللي صارت واللي هذه لا تقدر بأي ثمن طبعاً ضمن القضايا اللي حقيقة مضحكة واللي تبين مدى استهتار الجهات الحاكمة في العراق أحزاب وشخصيات بعقول العراقيين بعام 2018 تم استقدام محافظة البنك المركزي السابق علي العلاق في البرلمان استقدمه وديتكلمونه بقضية غرق المال أو غرق البنك المركزي والأموال اللي ضاعت يقول أنه تلفت آه عفوا نصرف الرافدين يقول سبعة مليار دينار عراقي تلفت بسبب الغرق بسبب غرق خزينة مصرف الرافدين بسبب مياه الأمطار سبعة مليار دينار عراقي اختفت من الوجود لأن خزينة البنك في مصرف الرافدين خزينة مصرف الرافدين غرقت هذا كلام وزير محافظة البنك المركزي السابق علي العلاق بهذه الطريقة يتعامل السياسيون في العراق مع العراقيين ومع الرأي العام أنه سبعة مليار دينار خلص راحت لأنه غرقت وغيرها من الأموال التي سرقت في العراق عن طريق هذه المشاريع والصفقات الوهمية والفاسدة التي ذهبت إلى الفاسدين إلى حساباتهم في الخارج إلى مشاريعهم التي استثمرها في بلدان أخرى وتركوا أبناء هذا الشعب يعاني الجوع والفقر وصلت وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة